مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ غدا انحفاظ ملموس على درجات الحرارة وواضح بحيث تصبح الأجواء معتدلة إلى لطيفة نهارا ولطيفة ليلا تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة كانت يوم السبت تحت تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا لكن إن شاء الله بعد منتصف ليلة السبت على الأحد وصباح يوم الأحد تتأثر المملكة بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى قادمة عبر شرق البحر المتوسط باتجاه المملكة وهي تمثل اللون الأصفر الذي يمثل درجات الحرارة الأقل والرطوبة الأعلى وبالتالي فإن الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء معتدلة تصبح لطيفة لكنها تميل قليلا إلى البرود في ساعات الصباح الباكر الصغر المتوقعة 17 أيضا الرطوبة النسبية ترتفع لتصل بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر إلى حوالي 88% أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة يوم غد الأحد انخفاض واضح ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية والعظمى المتوقعة يوم الأحد ما بين 24 إلى 26 أجواء ربيعية مشمسة لطيفة نهارا ربيعية لطيفة ليلا تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى زي ما حكينا بين 24 إلى 26 الصغرى بحدود 15 كذلك يوم الأثنين العظمى ما بين 24 إلى 26 والصغرى 15 الثلاثة ما بين 25 إلى 27 العظمى والصغرى بحدود 16 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في محافظات المملكة نبدأ من المناطق الشمالية المناطق الشمالية ستكون الأجواء اللطيفة إلى غائمة جزئيا وهناك فرصة ضعيفة لسقوط أنطار خفيفة أو رداد في أقصى شمال المملكة في ساعات الصباح الباكر وقبل ظهر يوم الغد وأما درجات الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى إربت 28-18 عجرون 27-15 جرش 29-16 المفرق 28-16 درجة مئوية أما المنطقة الوسطى المنطقة الوسطى أجواء معتدلة إلى لطيفة نهاراً لطيفة إلى بارد نسبياً ليلاً تظهر بعض السحب المقافضة البلقاء 26-15 مأدبة 25-15 عمان 24-15 الزرقاء 28-17 البحر الميت أجواء حارة نسبياً 35 العظمى والصغرى 23 درجة مئوية أما المنطقة الجنوبية الكرك 26-15 طفيلة 25-15 والشراء 23-13 عمان 27-17 والعقبة أجواء حارة 38-24 أما المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبياً نهاراً معتدلة ليلة الأزرق 32-17 الصفاء 31-16 والرويشد 34-17 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة نترككم في أمان الله تطوير العقاري